اشتركوا في القناة على حسب تجربة الشخصية وش نحكي عليها على حسب معرفة من بين 74 و 80 لكن كي العادة طريقة مختصرة كما قلت لكم أنا اللي نعرفه أكثر واحد هو صالح كاركر اللي يعتبر الرجل الثاني صحيح اللي يكونه النهضة ياسر ولكن نجمه نقوله اللي يزوز أطراف كانوا مهمين الثالث مش مهم عبد الفتاح مورو وحميد النيفر كانوا معنتها ما همش باي حميد النيفر يمثل التيار الزيتوني ومورو يمثل كما نقوله وحنا الطيار التونسي البلدي التقليدي وكانت علاقة صالح أكثر مع حميد النيفر أقرب واحد معنتها يتصل بي حميد النيفر من بعد عبد الفتاح مورو أما العلاقة مع رشد الغنوشي كانت شوية فما منافسة وحساسية من بناتهم نتذكر أنا عام عام 1974 و75 كان صالح يعمل اجتماعات في دار نفريانة ما كنتش نشوف رشد الغنوشي يجي رشد الغنوشي كان يعمل اجتماعات متاعه وحده وصالح كان يعمل في دار وكان يعمل في ديار أخرى وكان حتى يعمل عند حميد النيفر وكان ساعات وقت أنا في عام 80 كنت نقرأ في نهج سدي عبد السلام كان يعطيني رسال نهزهم العبد الفتاح مورو نتذكر عبد الفتاح مورو بالقداء نتذكر ومشيت الدار وحالة لي واحدة مش لابسة حجاب يخي تفجع أخته ولا منع الشكون يخي وقالي لا 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 هذه هي الدار ما تخافش هذه هي الدار يعني بطريقة طيبة المهم حبيتونقول ان الجناح العسكري متاع حركة النهضة بداي مع صالح كارك وما تنسان صالح كارك ما كانش مالكي كان شافعي مع المتاعي الفضل للمذهب الشافعي وهو مذهب نجم وقاله من أكثر المذهب السنية مورونا المهم أنا كنت ديما نحضر باجتماعات صالح وصالح كان إنسان نجم وقاله شديد ويرفض أي حوار حتى كان مرة يقول لي ليانا بريتو يحكي يا كايا ويقول أنا نموت في تونس وما نخرج منها وفي الحقيقة أنا نصدق ولا خطر صالح رغم كل شيء ورغم اختلافاتي معاه كان أكثر حوض صادق في كلامه صحيح كان يكره الغرب وتكره مع أنت لم تنجمش تصوروا بالك تصوروا حتى أنا جدا لفرنسا كان ينبه علي قال يرد بالك رغم كلاب رغم يهود رغم كذا رغم كذا حتى أنا داخل في الحدود الفرنسية كنت خايف نشوف في الاستقبال كان بالكداة وسلموا علي وفهمت هذا كان أول صدمة يعني أول كما نقول صدمة خلاني الراجع كل كلام اني قاله لي صالح مدة هذه الفترة صالح كان وقتها ينضم شخص للمتجاه الإسلامي يشوفه ويقابله حتى في دارنا ولا يقابلش ياسر في داره كان أكثر شيء يوجههم العسكري يقولوا لا تعمل لحية لا شيء فهمت يخدموا بشوية ومن بعد يوجهوا العسكر ما نحبش نذكر أنا بالأسماء ياسر أشخاص يعني معمتها الجناح العسكري كانوا يعملوا عملية تغلغوا لداخل الجيش التونسي فهمتها ما نحبش نذكر كما قلت لكم بالأسماء على خطر كان مش نذكر الأسماء بشنو اللي نطول أكثر أما معمتها نذكر اسم الأسماء اللي الواسط الإسلامي يعرفوا ياسر هو السيد الفرجاني اللي هو كان معمتها شخص من الأشخاص اللي دخلوا صالح للعسكر بين بعض استقلوا هرب البريطانيا ومتابعتش خباره وشنوه معمتها كان دي ما يقابلوا كان هو مسؤول على كل جناح العسكري معمتها باتصال بهم يعطيه الأخبار وغيرهم بالطبع منهم واحد يكون الرجل أختي الثالثة اللي دخلوا زدال العسكر ويطلب منهم بشي يتوجهوا الاتجاهات خاصة يعني بثلا طيران رادار مش معمتها يحبهم يوصلوا مراتب عادية وكانوا يخفيوا أنهم ينتمون الاتجاه الإسلامي وهما ياسر يعني يتصور معمتها بشي نوريك معمتها التحضير ما هوش تم عام ثمانين ولا عام خمسة وثمانين التحضير تم من بداية السبعينيات من بداية السبعينيات التغلغل منتع الاتجاه الإسلامي خاصة فرع صالح كركر في الجيش يعني وفي الأمن مثلا معمتها معروفة لأنني كنت نعيشها وكنت نشوفها اللي حبيت نقوم لنا هوني بالضبط إنه فما بفرعين في الاتجاه الإسلامي اللي مباعد حتى صالح رفض في فكرة النهضة النهضة هي فكرة راشد باتفاق مع الحكومة التونسية مقابل غروبو وصالح بقام ووصل على فكرة الاتجاه الإسلامي والخلافات هوني كما قلت لكم كانت كبيرة جداً مبين صالح اللي هو أكثر عسكري مع أنت تنظيم عسكري رغم اللي عنده تنظيم سياسي مع أنت ما ننكرش اللي كان عنده تنظيم سياسي وتنظيم اجتماعي كان منظم جداً يعني في المواعيد متاعه وكل شيء يعني دقيق جداً في الواحد في العمل بتاعه أما راشد الغرنوشي كان أكثر سياسي وكان أقرب للخريش وللعروبة بينما صالح كانت كان أقرب للثورة الإيرانية والفكر والمد الثوري اللي يتكلم عن المستضعفين في العالم وتحرير الشعوب وكذا بينما راشد أكثر شيء يحكي على أن الأسلوب وفي الحديث والواحد أكثر شيء نجم نقوله أقرب للسلافية وأقرب للفكر الخليجي وأقرب للفكر السياسي اللي ينجم يناقش معاك ويتنجم يتنازل على حاجات مقابل مصالح فكره مصلحي ما عنده حتى شيء ما عنده حتى أنا بالنسبة لي يا راشد الغنوشي إنسان جبان ساقط ما يسوع شيء لأنه إنسان ما تنجمش تعطيه الأمان إنسان ينجم يبيع ما عنده حتى حس وطني أصلا لعنده حس وطني إنسان ينجم يقدر بيك في هذه اللحظة وإنسان يعني 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 إنسان لا تبقى على روحه يعني بالحقيقة ليس هذه فكرة فقط وإنما حسب ما شفت وحسب ما عرفت إن راشد الغنوشي هو أمذل معنة الشخص في النهضة يعني لو توقع حاجة تتونسوا الواحد يهرب سيكلاغ يعني هذه مسألة واضحة وصالح كاركا كان أكثر وطنية صحيح عندما نقول وطنية يعني نقصد معنة صحيح هو يفكر في الأمة الإسلامية وكذا لا لكن أكثر صدق وأكثر من راشد وأكثر جدية في العمل المتاعه صحيح هو صعيب وكل شيء لكن كان دي ما يعمر فيه كما قلت لكم على الغرب يكره الغرب كره لا يطاعت لا تنجمش تتصوروا بالكم وكان يكره برجيبة كره والفكر العلماني ويقولوا واللي في الأخر تبدل من عرش ما عنديش فكرة معنة كيفاش المهم هذوم الجهتين صالح وراشد كانوا يعملوا كل واحد على روحه لكن بالتنسيق شيء طبيعي وفي فترة من فترات معنة صالح وصلوا معنة أصبح معنة قوي خاصة في عام 85 و86 و87 حتى ورائس الحركة اللي معنتها راشد ميسايبهاش في العادة فهمتها وصالح مكنش يهمه المنصب بالعكس من قلقوش أنه راشد هو الرئيس بينما راشد له راشد عنده مشكلة يحب روحه وهو برك الرئيس التعالح ويحب هو أن يقرر يعني كان واحد آخر يشد فهمت يجب أن يكون شخص ما عنده حتى شخصية بشي نجم يتحكم فيه بشي من يقولوش ديما ما راشد هو شد 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 هدوما الجهتين بتاع بعد معنتها سقوط معنتها على سوق خاصة عام 87 وتضربت حركة الاتجال الإسلامي وقدوم بن علي للسلطة فهمت وغروب صالح أنا تصدمت كي سمعت أنا صالح هرب لكن هرب في آخر لحظة في آخر لحظة هرب يعني ما عادش عنده حتى مجال آخر على خطر كون مجموعة معنتها كانت نجم تشد الحكم في تونس وخرج منظاهرات وفي حي الخضرة وفي كل بلاسة وكانت عنده مجموعة أمنية قوية معنتها تعد بالمئات في داخل الجيش كان ينجموا يعملوا أي شيء في تونس يعني بن علي في الحقيقة صحيح أرقب تونس من أصول الإسلاميين عام 87 لكن في الحقيقة عمل أخطاء كثيرة ومنها أنها تبنى الإسلام ما يسمى بالإسلام الخليجي الوهابي السلفي هو كان يسخايا يروحه هو بش يتبنى هذاك الإسلام بش يقضي على حركة الاتجاه الإسلامي كليا خطر يشوف معانتها في الإسلام السلفي إسلام يعني يقول لك الحاكم يجب أن تطيعه مفهم يش مظاهرات مفهم يش كل شيء لكن هو ينسى الاتجاه الإسلامي مش كله سلفي وحتى السلفيين منهم أكثرهم إخوانيين يعني ما هم مش سلفيين سلفيين والدعم الخليجي ما نفعه شيء الحاجة الوحيدة اللي نفعته أنا أخذها اللجوغة ديك كهوه معانتها وتهرب من تونس إذن معانتها بش ما نطولش خطر نحاول نرجع الخمستاش عشرين دقيقة ما نزلكم تفهموا اللي رغم أن يصالح مات معانتها أخيرا ورغم أن يصالح ومرض ومعتش وتمترده تمترده يعني في بداية معانتها ما عندوش ياسر خمسة أو ست سنين تمترده من الحركة الاتجاه الإسلامي هو وتخرج من تونس بقى صراعات بينه من بين راشد كبيرة معانتها هو في فرنسا وراشد في بريطانيا حتى تم عام ثنين وتسعين وضع صالح تحت الإقامة الجبرية من وقتها تم كما نقوله أحنا ما عادش معانتها لاتجاه المنهضة بلوتو النهضة والت أكثر شيء من جهة راشد الغنوشي هو اللي يدير فيها بينما رأى صالح واصل صحيح التعامل المنهضة مع المنهضة باللاتجاه الإسلامي باسم النهضة وأكثر الأشخاص اللي كانوا معاه من محمد الشبالي وعليل عريض وفهمت وحبيب اللوز وشور وشمام وغيرهم 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 أكثرهم بعضهم نجموا نقوله قلبوا الفيستة ومشيوا مع راشد وإلا يعني يواصلوا عن فكرة بتاع صالح كركر حماية أمنية وحماية مادية فهمت على خاطر الأموال اللي يملكها صحيح أنها صالح أيضا كان يملك أموال لكن مش كثير صالح كانت الأموال ما عندها باسم أشخاص صحيح وقتها يحتاج حاجة هياخذها لكن ما كانش يملك شخصيا أموال فهمت في اللورة تجل الفرنسة عمل أوتيل وبداء وكل شيء لكن من بعد في سعفظ ربي إنما راشد الغنوشي لا راشد الغنوشي هو النجب يملك كل أموال لحركة الإتجاه الإسلامي أما مباشرة أما غير مباشرة أما عن طريق أشخاص عايلتوا أما عن طريق أشخاص يدق فيهم ومعن تهيب لي بكل شيء فهمت إنها إذا كنت تفهموا هذه المسألة المهمة لماذا ذات متواصلة حتى اليوم ومش كل واحد في حركة النهضة هو فهمت تبع الرشد فهمت خاصة القاعدة القاعدة فما يسر عندهم فكر صالح حتى مغير ما يشعروا فهمت فكر صالح كبير أكثر مسيطر على قاعدة الاتجاه الإسلامي وبعض الأناصر من الاتجاه الإسلامي اللي ظهر وليم يظهرش فهمت المهم أذائش حابيت أقول في الفيديو هذي فنوصل الفكرة إن وقتنا نتعاملوا مع النهضة لازم نتعاملوا مع زوج جهات جهة نجم أقوله سياسية وجهة عسكرية صحيح فهمت اتصالات في بدميناتهم لكن ما هم مش مشبور كل واحد منهم إنه يسمع كلام لاثر يعني ما يسمى بالاختلاف في إطار الحركة وهو مسموح عندهم بها نعرف لي راشد الغنوشي ميحبش الاختلاف يحب كلمته إلي تمشي لكن يخضع للقوة بتاع الفكر صالح كاركر اللي موجود اللي يتبدل وتطور أكثر بينما فكر راشد الغنوشي أكثر شيء يبقى هو هو تقريباً صحيح يبدل الكلام متاعه وينافق وكذا لكن يرجع للأسلوب متاعه الأسلوب السياسي أكثر منه عسكري لكن وقتها يحتاج راشد ديما مصلحي يعني وقتها يحتاج العسكر يجبدهم وقتها ما يحتاجهم شي ينقرهم وتحتاج السليفين يتعامل معهم وقتها ما يحتاجهم شي ينقرهم يعني عنده كيك فكره فكره لكنه عنده عداوة كبيرة مع الفكر الشيعي والفكر الإيراني اللي ما زلنا مش تتصورها بمسبة لي هذا كمعنته نتيجة تأثير الفكر السلفي الخليشي شي الطبيعي على كل حال كيما قلت لكم من حبش الطاول ياسر هذه الحكيت معنته بصفة عامة على الفرعين اللي موجودين في حركة النهضة الآن بش واحد ينجم يفرق من بيناتهم الزوز ومش كل النهضاوي يعني السمع والطاعة الراشد حتى هو وقت يدعو النهضة ويجي راشد يخطب من جيوهش الأخرين فانت يعرفوا أبايا من جيوهش الأخرين يعام عندهم حتى علاقة بيهم ما يحبوهوش فما ياسر والنهضة ما يحبوهوش ويحبو يتنحها كليا المهم نكملوا الفيديو الثالثة ظن الثالثة والرابعة والأخيرة على النهضة بش نتقلوا المواضيع مع تلمرة جين كاملوا آخر فيديو عن النهضة وكي ما قلت لكم نحكي مختصر لقد نرجع بالتفاصيل في الفيديوهات القادمة على حسب المنبوع وعلى حسب الوضع وبإسلامة ومع فيديو قادم كليا حسنا